اشتركوا في القناة هذه الحلقة وهذا الحوار هو واحد من اكثر الشخصيات في الوسط الكروي والرياضي في مصر بشكل عام وفي المنطقة العربية ايضا اللي بيشتغلوا بمنهج وباستراتيجية علمية واكاديمية ومعروف عن ضيفنا النهاردة وهذا النجم من نجوم الوسط الكروي والرياضي انه دائما ابدا مطلع ومتابع لاحدث الاطر والاستراتيجيات التدريبية وكل الوسائل العلمية المتبعة للنهوض باي قطاع من قطاعات الكرة او الرياضة بشكل عام وعلى وجه التحديد ما اتعلق بقطاعات الناشئين والبرعم معانا نهاردة فيها الاهليوحاور الدكتور عمر ابو المجد رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهليوحيكون حوار مستفيد هنتكلم من خلاله عن استراتيجية العمل عن ابرز النتائج والانجازات التي تحققت منذ بدء تولي مهمته مع مجلس الادارة الحالي بخاذ كابت محمود الخطيب واللي تحقق خلال هذا الوقت القصير بضعة اشهر او تحققت نتائج اكثر من ايجابية اكثر من رائعة خلالها هنستعرضها مع حضرتكم مع الدكتور عمر خلال هذا الحوار خلونا نبدأ بمجموعة من الاخبار طبعا الفريق الكرة ونتائجه اخباره هي الشغل الشاغل للوسط الرياضي والكروي في مصر والجمهور النادي الاهلي على وجه التحديد النتائج في الايام الاخيرة لم تكن على المستوى المرجو والمأمول في تعثر حصل في اكثر من مباراة في انطلاقتنا الافريقية المجموعات وانتهت بالهزيمة بهدفين امام فريق كامبالا بالتأكيد مجلس الادارة بالكوادر المتخصصة في كرة القدم اللي بتملأ المجلس وفي طبعا مقدمتهم الكابتن والنجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة مع كل القائمين على الامور في مجلس الادارة وفي لجنة الكرة كابتن عبدالعزيز عبدالشافي وكل الكوادر الفنية والكروية اللي عندها خبرات طبعا مطمئنين تماما الى انها خبرات اكثر من كافية لتصحيح المصار في الفترة الجاية ولعودة الفريق الى النتائج التي تعيد الى المنافسة بقوة في المشوار الافريقي والعودة الى تحقيق حلم الصعود والتأهل الى كأس العالم الاندي وده مرتبط باول خبر معنا النهاردة في هذه الحلقة انه حالة انعقاد دائم اعلن عن وجودها المسؤولون في لجنة الكرة بعد الاجتماع اللي تم ظهر اليوم اعلنت لجنة الكرة انها في حالة انعقاد دائم واستقر الامر في هذا الاجتماع اللي تم عقده ظهر اليوم على ان يكون المدير الفني القادم للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي مدير فني اجنبي خلفا للكابتن حسام البدري اللي وجه له طبعا مجلس الادارة لما تقدم باستقالته وقراره النهائي كان عدم الاستمرار في الفترة المقبلة ومجلس الادارة بالتأكيد بيحترم ويقدر كل الكوادر العاملة في اي قطاع من قطاعات النادي ودائما ابدا بيوجه لها الشكر والتقدير على قدر الجهود المبذولة لكن بالتأكيد في امور كثيرة جدا وامنيات كثيرة لاعضاء وجماهير النادي الاهلي ملقا على عاتق مجلس الادارة الحالي وعلى عاتق لجنة الكرة في النادي للوصول لافضل اداء ممكن في الفترة الجاية او الارتفاع تدريجيا بل ربما بشكل سريع كمان مش تدريجيا بس لان الامور لا تحتمل ان الوقت داق جدا في البطولة الافريقية من اجل تصحيح المصار واختيار افضل عنصر اجنبي ممكن يتولى المهمة في الفترة دي ليدخل سريعا في حال التجانس مع الكوادر الكروية في النادي ومع لعبي الفريق الاول لعودتهم للشكل المتعرف عليه واللي احنا دائما ابدا عارفينه عن نجوم لعبي النادي الاهلي في هذا الاطار اعلنت لجنة الكرة برئاسة كابتو محمود الخطيب بعد هذا الاجتماع ان القرار النهائي هيكون مدير فني اجنبي للفريق الاول واكدت لجنة الانعقاد مستمرة لحين الانتهاء من كافة الامور وتفاصيل الادارية والفنية الخاصة بقطاع الكرة بالكامل مش بس الامور الخاصة باسم واختيار والتعاقد معه او تفاصيل التعاقد معه الخبير او المدير الفني الاجنبي اللي هيتولى مهمة المدير الفني في الفترة المقبلة ايضا النادي الاهلي مدعو للمشاركة في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الدولي لفض المنازعات المحلية مجلس الادارة اختار برئاسة طبعا كابتو محمود الخطيب كلفه المهانس خالب مرتجي عضو مجلس الادارة بحضور ورشة العمل اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاصة بفض المنازعات المحلية وده في الفترة 30 من مايو حتى الثاني من يونيو واللي هتقام في احدى الدول الافريقية وتلقى نقل بدوره هذه التوصية او هذا الخطاب الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى هذا التكليف او هذه الدعوة من نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم ووجه هذه الدعوة لنادي الاهلي لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاختيار من يمثل النادي الاهلي في هذه الورشة الحديث ايضا عن استعدادات النادي الاهلي في كافة الفروع على قدم اساق بيجري العمل خلال الايام الماضية ومستمر لاستقبال شهر رمضان المبارك تصريحات كثيرة جدا ادلى بها اللواء محمود الفشاوي مدير فرع الشيخ زايد عن كل ما يتعلق بالاستعداد لتقديم افضل خدمات ممكنة للأعضاء كل الكوادر العاملة في الادارات المختلفة في فرع الاهلي في الشيخ زايد اتفقوا ووضعوا الرؤية الخاصة باستقبال شهر رمضان وخيمة الاهلي في رمضان في الشيخ زايد تحديدا وكل ما يقدم فيها من خدمات ومن انشطة فنية وثقافية فضلا عن الاتفاق مع عدد من الشركات المنتجة للأغذية والمشروبات اللي تقدمت بعروضها لتتنافس على التواجد داخل خيمة النادي الاهلي خلال شهر رمضان المبارك ووضع كل التفاصيل الخاصة بالشكل والمضمون والخدمات المقدمة وشكل هذه الخيمة من الناحية الانشائية او الهندسية الى اخر ما يمكن ان يقدم افضل خدمات ممكنة وايضا وقت ممتع للأسر من اعضاء وعضوات النادي الاهلي